اشتركوا في القناة وقد كررت خاصة في السنوات الأخيرة مثل هذه الاستفزازات تعزل خلفية في نظرها إلى أن رالي موناكو داكار الذي يمر عبر المغرب افتجاه موريتانيا عبر القرقالات يأخذ طبعا دولي في الخارطة التي يحملها المتسابقين وهذا السبق هو بثر لما يسمونه جبهة البوليساريو بالجمهورية الصحراوية وهذا يثير حفظة جبهة البوليساريو هذا من يعني في أو هذا الأمر الذي تستند عليه جبهة البوليساريو لكن واقع الأمر يعني هناك شيء آخر أن قضية الصحراء يعني أخذت يعني في خاصة شهور الأخيرة منحة آخر بعد مصادقة المجلس الدولي على القرار 24-14 وقرار 24-40 الذي يعني يحث جميع الأطراف في يعني التكتل لإيجاد حل واقعي حسب الفقرة الثانية من القرار الأخير يعني يحث الأطراف على وجوب تكتل لإيجاد حل واقعي يرضي الطرفين نظرا لأن الصراع عمر طويلا هناك أيضا يجب ربط القضية باستراتيجية أمريكية لأن ما يمكن أن نتحدث عنه اليوم أن المشتشار الأمن القومي الأمريكي تومبوردون قبل شهر تقريبا أكد في واشنطن في ندوة أو في يعني المركز الأبحاث في واشنطن في ندوة صحفية يعني عرض فيها الاستراتيجية الأمريكية اتجاه إفريقيا أن النزاع الصحراء وقد يعني أعطوه حي الزمني أكثر من خمسة دقائق أن هذا النزاع عمر طويلا وحمل مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يعني تبعات هذا النزاع حيث أشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستقطع مع سياسة دعم بعثات السلام الإفريقية على غرار يعني بعتة المينورسو في الصحراء ثم هناك يعني خرجة صحفية لهذا الأخير أي المستشار الأمن القومي الأمريكي تومبولتون في إحدى الجرائد الأمريكية في الجرنال The New York Journal الذي خص يعني ملف خص في عدد خاص ملف حول الصحراء حيث أكد جونبولتون على ضرورة عودة النساء والأطفال والشيوخ من مخيمة تندوف إلى المناطق الصحراء داخل المغرب وأنه غير صبور على الوضع في مخيمة تندوف إذن هنا يعني دونبولتون الذي نية مبيتة تجاه الملف ما فتأ يعني كان هو يعني من بين الأوائل الذين يعني أسسوا لإطار وقف إطلاق النار في 1991 وكان مساعدا للمبعوث الأممي الأسبق أو السابق وهو جيمس بيكر ثم كان سفيرا للولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة من 2005 إلى 2006 حيث كان وحتى في مذكرات تونبولتون حول الصحراء يعني دائما يحمل مجلس الأمن والأمم المتحدة إذن ربما الجزائر ربما أو ربما البوليساريو انتبهت بشكل أو بآخر إلى خطابات تونبولتون وبدأت بهذه الاستفزازات إذن حول هذه القراءة يمكن قراءتها من بعدين أساسين البعد الأول كما أشرنا إليه وهو أن البوليساريو بطرحها تقول أن يجب إيقاف رالي موناكو دقار الذي يبطر ما يعرف بالجمهورية الصحراوية الوهمية من خارطة السباق هذا من جهة أو البعد الأول ثم البعد التاني وهو تبعات صريحات دونبولتون والسياسة الأمريكية في اتجاه منطقة شمال إفريقيا وبالخصوص على منطقة الصحراء ما تقوم به جبهة البوليساريو من استفزاز يعني سيؤثر بشكل أو بآخر على المباحثة التانية التي من المنتظر أن تقام في الأشهر أو الشهرين المقبلين سواء فبراير أو مارس حسب ما تم الاتفاق عليه في مباحثات جونيف طبعا مخرجات أو قبل يعني معرفة هل هناك أو هل هناك انعكاس على محادثات أو استفزازات البوليساريو هل لها انعكاس على محادثات التي ستجري يعني المحادثات التانية لابد من الرجوع قليلا الوراء إلى محادثات جونيف طبعا محادثات جونيف بضغط من مجلس الأمن الدولي أرغم الجزائر وموريتانيا والبوليساريو على ضرورة الجلوس مع المغرب في طاولة المحادثات المحادثات جونيف كما يعني تم قراءته أو نستشف من هذه المحادثات أنها تمت حسب يعني المبعوت الأممين للصحراء هورس كولر أنه قال أن الأطراف الذين هم رغبة في الوصول أو في إيجاد هل وهي أو هذه المحادثات ما هي إلا افتتاحية لهذا يعني لمحادثات متقبلية قد يعني تكون أو تثمر بحلول ناجعة لحل هذا النزاع الذي عمر طويل لكن في المقابل الاستفزازات التي قامت بها البوليساريو فهي بالدرجة الأولى بالدرجة الأولى تأخذ نمطا صراعيا بين الجبهة البوليساريو والأمم المتحدة في شخص مجلس الأمن قبل الصراع مع المغرب لأن مجلس الأمن حدد وب يعني لغة صريحة عن ضرورة احترام المناطق العازلة في القرارين السابقين إذا ما قمنا يعني بالنظر أو في إجراءات القرار 24 14 فإنه هذا القرار لم يصدر حتى خرجت جبهة البوليساريو من منطقة القرقارات السنة الماضية هناك يعني تصريح أو توضيح للقرار ب صراحة على أن المنطقة العازلة يجب احترامها لا سواء من الجبهة البوليساريو ولا من المغرب المغرب التزم يعني بقرار بقرارات مجلس الأمن يعني خاصة القرارين السابقين وكذلك يعني المغرب أبان عن المسألة أو عن التزامه بجميع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن اللي كتب له ربما يعني الأكثر أو 23 قرار 24 قرار تقريبا هذا الإشكال يعني ما تقوم به الجبهة البوليساريو فهو مس بسلطة الأمم المتحدة أولا ثم يعني مس أو استفزاز للمغرب إذن استفزاز للأمم المتحدة أولا ثم استفزاز للمغرب في المرتبة الثانية هذا هو الشيء الذي يمكن ستنعكس أو لا تنعكس هذا يعني سننتظر سننتظر تحديد تاريخ المحادثات المقبلة سننتظر الإطار أو الجدول الأعمال المحادثات المقبلة ثم يعني ننتظر كذلك صدور القرار في أفريل المقبل وقبل كل هذا ننتظر هل أن البوليساريو ستسير على نهج هذه الاستفزازات العسكرية أم أنها ستقوم بوقف هذه الاستفزازات والانسحاب من منطقة العازلة في مهيريز هذا هو الذي يمكن أن يعني هذا الرصد لتأثير المباحثات المقبلة الكل ليس مستفيد لماذا؟ لأن لا المغرب ولا جبهة البوليساريو ولا الجزائر ولا الموريتانيا يعني أو الرباع المعنيين بمحادثات جونيف ولا حتى الأمم المتحدة في شخص يعني البراقب لم يستفيدوا من محادثات جونيف هو ربما المستفيد الأكبر هو القوى الخارجية من ناحية ومن ناحية أنها تخسر يعني مشاريع في المنطقة لمشكل حل نزاع السحر كيف؟ لأن حينما تخرج أو يخرج مسؤول أمريكي ويتحدث بلهجة حادة على مستوى هذا الملف فإنه يخلق نوع من الفوضة الخلاقة والمعروف على الولايات المتحدة الأمريكية في سياستها الخارجية في كل مناطق العالم وخاصة في بوأر التوتر أنها تخلق سياسة الفوضة الخلاقة للاستثمار في هذه الفوضة الخلاقة بنية أو بأخرى خروج المرة يخرج المسؤول الأمريكي ويقول أنه يجب حل المشكل ويحمل المسؤولية إلى مجلس الأمن والولايات المتحدة الأمريكية إلى ما ذلك وتتلقى رسائله سواء بحسنية أو سؤنية للجبهة البوليساريو وتقوم باستفزاز للمغرب فهذا في نظرنا نحن فهو المستفيد ليس المستفيد الأكثر ولكن المستفيد في تصدير الأسلحة وإلى ذلك هو القوات الدولية التي تصدر الأسلحة إلى المنطقة والتي تتاجر في الأنواع من الأسلحة إلى المنطقة هناك تنفسية ما بين الصين وروسيا والولادة المتحدة الأمريكية وبرازيل وفرنسا إلى آخر على شمال إفريقيا الكل له مصلحته أولا ثم مصلحة المنطقة إذن يمكن القول أن المستفيد الأكبر هو من له مصلحة الذاتية غير المصلحة في المنطقة إذا ما قلنا أن الجزائر هي مستفيدة أو لا ستستفيد من محادثات الجونيف بشكل أو بآخر أن الجزائر يجب عليها المساهمة في حل النزاع نظرا لما الأوضاع الداخلية التي تعيشها الجزائر جبهة البوليساريو هل هي مستفيدة ربما ما يعيش سكان مخيمات تندوف من أوضاع مزرية يعني يحتم عليهم أيضا على البوليساريو المساهمة في إيجاد حل سلمي وواقعي هل ستستفيد موريتانيا موريتانيا يعني على يعني مر الزمان حتى على المستوى اللقاءات الإقليمية أو المؤتمرات الإقليمية إلى آخر يعني فهي في اعتقادي أنها لا تستفيد لأن الصراع يعني بحدودها فهناك ليست استفادة إذا اللهم المستفيد الأكبر هم من يصدر الأسلحة أو من يستتمر في المنطقة سواء من يستغل صراع الصحراء هذا هذا هو المستفيد الأكبر من فشل محادثات جونيف وعدم يعني تنصي أو محادثات أخرى مستقبلية إحنا ما نتحدث عن الدبلوماسيا المغربية أو الدبلوماسيا المغربية أو سياسة رد الفعل فإنما نتحدث يعني موضوع شائك أن الدبلوماسيا أو القضية الصحراء لم تشهد يعني تطور على مستوى الجهاز الدبلوماسي المغربي إلا قبل سنوات كما قلنا سالفا أن كان هناك يعني أطراف معينة هم الذين يحظون أو لهم الحق في التراف على مستوى قضية الصحراء لكن خلال يعني السنوات الأخيرة أصبحنا نتحدث عن جهاز دبلوماسي موسى هالجهاز الدبلوماسي موسى سواء على مستوى الدبلوماسية الرسمية وهذا ما لاحظناه في مفوضة جونيف أن إشراك الممتلين عن الأقاليم الجنوبية و ثم يعني الوزارة الخارجية وسفير المغرب في الأمم المتحدة أنا في اعتقادي أن الدبلوماسية المغربية صارت في نهج ما يتعرف عليه في الأمم المتحدة أن الأمم المتحدة هي الذي لها الحق في سير أو في يعني قيادة الملف الصحراء نحو الحل لأن الدبلوماسية ربما منذ صدور أو منذ مباحثات جونيف لم نلاحظ أي تحرك أو أي استفسار أو أي خروج إعلامي حول القضية إشكال أن الدبلوماسية المغربية وردة الفعل هذا إشكال منذ السنوات يجب أنا في اعتقدي أنه يجب اعتماد خلية ديناميكية خاصة بالصحراء أو يجب تفعيل خلية يعني مراقبة الأوضاع وما يجري في المنطقة يعني الخلية ساهرة على سير هذا الملف الشائك الذي يعني كلف المنطقة خسائر اقتصادية وبشرية وسياسية وأمنية كذلك في حين يعني حينما نتحدث عن الدبلوماسية الجزائرية مثلا فإننا نتحدث عن دبلوماسية تستغل النفوذ في هذا الملف على تبيل المثال فخروج توم بولتون والحديث عن مسألة مسألة عودة الأطفال والنساء وأنه غير صبور على ما يقع إلى آخره فهو لا اعتبره شخصيا أنه خروج يأخذ طبعا إنسانيا وإنما اعتبره أنه شخص أو خروج يرتبط بالمصلحة فإن ما يجري أن الجزائر قبل عشرين سنة تقريبا أخذت يعني تتعامل مع مسؤولين أمريكيين لتعاقد على مستوى شركات وعلى سبيل المثال ما تم قبل المبعوث الأممي في عهد كريستوفر روس أنه كان لديه أسهم في الجزائر قبل أن يكون مبعوث أممي وكان يعني وعيشنا سياسة كريستوفر روس على هذا المجال الذي كان شخص عدائيا للمغرب في نفس المنحة ربما أرى أن جون بولتون لديه صديق مقرب مدير شركات العلاقات العامة وهو دافيد كيم وهو صديق مقرب جدا لجون بولتون أخذ يعني تعاقد مع الجزائر حسب يعني على مستوى الشركة العامة إلى آخره هذا يعطي طبعا آخر للسياسة أو للديبلوماسية الجزائرية تجاه الملف يعني يعطيها الأسبقية في هذا الملف أنا في اعتقادي أن جون بولتون ليس مسؤول وحيد أو الواحد والوحيد في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يعني يؤثر في هذا الملف الصحراء يجب على المغرب كذلك أن يعني تستغل النفوذ أو الأصدقاء الأمريكيين ربما يعني على مستوى وزارة الخارجية على مستوى يعني مستشارين الرئيس ترامب أو إلى آخره ول خلق على الأقل خلق نوع من التوازن إذا يعني غلبت الكفة كفة توم بولتون الصالح الجزائر والبوليساريو فالكفة الأخرى أو النفوذ الآخر يعني يخلق توازن حتى على مستوى يعني السياسة الأمريكية التي يعني كان لها تأثير ولا زال وسيزال يعني على الصعيد المستقبلي يجب على الدبلوماسية المغربية أن يعني تتحرك أو أن تتعامل مع الملف ليس بسياسة رد الفعل وإنما بمسألة استباقية ومسألة استراتيجية لأن ربما ما أخر الملف أو ما أخر يعني ما أوصل قضية الصحراء إلى ما هو عليه اليوم فهو تعامل الدبلوماسية المغربية منذ القدم لا ننكر أن الدبلوماسية كان لها أخطاء كانت لها هفوات على مستوى تدبير هذا الملف الصحراء يجب مراجعة أو استغلال الهفوات أو الأخطاء السالف أو السابقة لخلق نوع من استراتيجية تقوم على التوازن على مستوى حل القضية لأن المغرب جاء بمقترح يعني الحكم الذاتي يجب الجلوس على طاولة دبلوماسية للنظر في أمور أو طرق تحقيق هذا المقترح على أفضل نهج ممكن هو في الحقيقة يعني تأثير التصريحات أو تأثير يعني ما جاء به توم بولتون على يعني بعتة المينورسو في الصحراء هو صراحة يعني قبل يعني كانت تأثير لأن إذا ما لاحظنا منذ يعني وقف إطلاق النار إلى سنة 2017 والقرار يعني سنة 2018 يعني القرار ما قبل الأخير 24 فهو يعني يمدد سنة كاملة لبيعتة المينورسو في الصحراء ولكن يعني في وضن سنة يعني بدأ مجلس الأمن يقلص من بيعتة المينورسو إلى ست أشهر إذا ما قرأنا خطاب التناول استراتيجية الأمريكا في إفريقيا فإنه يؤكد أو يحث على ضرورة يعني إزالة أو يعني هذه البعاتات من القرى الإفريقية التي ليس لها دور لأنها أهضرت مالا وطاقة يعني ولو تم استثمار هذا المال وهذه الطاقة لصالح المنطقة لكانت المنطقة يعني مزدهرة على العموم قد يؤثر أو قد تذهب الولايات المتحدة الأمريكية إلى اتجاهين اتجاه الأول ضغط على يعني تقليص بيتة المينورسو إلى ثلاث أشهر هذا الاتجاه الاتجاه الثاني توسيع أو الضغط على يعني الأمن الدولي لإصدار قرار لتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حقوق الإنسان رغم أن القرار الأخير في أحد أهم ما جاء به أنه أشاد باللجنتين الجاويتين لحقوق الإنسان للعيون والدخلة لكن هل أو سؤال الذي يطرح هل سيتم يعني توقيف أو توقيف عمل بيعتة المينورسو إلى منطقة الصحراء أنا لا أظن ذلك لأن إذا ما تم يعني توقيف عمل بيعتة المينورسو في منطقة الصحراء فهو ضرب طريقة مباشرة أو غير مباشرة للمصالح الأمريكية لشمال إفريقيا وذائما يعني سياسة أمريكا خاصة مع يعني الولاية ترامب الحالية مصلحة أمريكا أولا هناك يعني مقاربة قضية الصحراء يعني تغيرت وستتغير لكن هل سيتم يعني توقيف عمل المينورسو أنا لا أعتقد ذلك إن تم توقيف عمل المينورسو فيجب إيجاد حل أو صياغة أخرى لخلق نوع من توازن على مستوى قضية الصحراء لأن نوع من توازن قضية الصحراء فهو نوع من توازن يعني شمال إفريقيا ومنطقة الساحل وصحراء الإفريقية هنا يعني نتحدث يعني عن دور الصين في هذا الملف فأن الصين هي قوة اقتصادية استثمارية في هذا يعني المنطقة الشمال الإفريقية والساحل الإفريقي إذا ما قمنا يعني أو إذا ما ربطنا دور الصين فإننا نرضي دور الولايات المتحدة الأمريكية في الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها يعني التنازل أو الانسحاب من هذا ملف أو يعني رفع اليد على ملف الصحراء وتركه لأن إن تم رفع يعني اليد الأمريكية على ملف الصحراء ستدخل الصين بطريقة أو بأخرى دائما لخلق نوع من توازن ولأمريكا يعني هاجسها حتى في قراءة الخطاب يعني ترامب الخطاب دون بولتون على مستوى السياسة الأمريكية تجاه أفريقيا أنه يعني لذي 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 الولايات المتحدة الأمريكية لذي الولايات المتحدة الأمريكية هاجس التنافس الصيني الأمريكي الروسي حتى الآن يعني الصين بشكل أو بآخر لها تأثير اقتصادي على المنطقة مسألة يعني حتى على المستوى مجلس الأمن فربما الصين تكون محايدة أحيانا ولا تصوت أحيانا على غرار يعني روسيا وأحيانا أخرى يعني تدعم الحل السنمي إلى آخره الصين حاليا يعني قوة اقتصادية قبل يعني المسألة السياسية لكن هذا لا يعني أن الصين لم يكن أو لن يكن لها يعني تأثير على مستوى قضية سحرة مستقبلا ننتظر يعني في غضون أو القرار المقبل في آفريل لرصد يعني مجموعة من المتغيرات ورصد مجموعة من المتداخلين آخرين على مستوى قضية سحرة سواء يعني الدوليين أو الإقليمين لا تنسى تابعنا واتأكتب بالجرس لكي يوصلك جديد الفيديوهات من هاتفريس